بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 6 بنتكلم هنا على الكونسيبت بتاع الديفيلوبمنت اللي هو الدي فبنقول لو انا عندي كاميرا الكاميرا ديت عليها مومنت وبالتالي بيبقى فيه كومبريشن وفيه تنشن فورس يبقى البار الموجود اللي عندي دوت معرض الى تنشن فورس طيب التنشن فورس اللي موجودة ديت بيبقى التوزيع بتاعها على البار ازاي في نهاية البار بتبقى زيرو بتبدأ تزيد لغاية لما توصل اقصى قيمة لها وبعد كده بتبقى كونستان البار دوت بيبقى عليه بوند استرس البوند استرس دوت بيساعد على النقل اللود بتوين الخرصانة and حديد التسليح او الرينفورسمنت طيب نكمل لو احنا عملنا اكوليبرام للبار اللي شفناه دوت التنشن فورس بتساوي البوند فورس منها بنوصل ان الال دي بتساوي في الدائمتر بتاع البار على اربعة ميو حيث ميو هو الشير استرس طيب ايه هي السورس بتاعة البوند ترانسفيرز اول حاجة الادهيجن اللي هو التصاق او التلاسق بين الخرصانة وحديد التسليح الادهيجن بتوين كونكريت and reinforcement الحاجة التانية اللي هي الفريكشن اللي احتكاك الموجود بين السيخ وبين الخرصانة المحيطة بي mechanical interlock احنا عندنا البار اهوت البار ده دي فورمت فبيبقى فيه مجموعة من الحلقات اللي احنا بنسميها الريبس دي اتجاه الفورس اللي عليها بتتنقل على الخرصانة في الاتجاه العكسي زي ما احنا شايفين الفورس دي ممكن نحللها تبقى في الاتجاه الراديال والاتجاه ال Longitudinal طيب mechanical interlock في الحلقة دي اتجاه الفورس الموجودة عندي على الريبس حيتتقلب تبقى بالتجاه عكسي على الخرصانة لما نيجي نحللها حيبقى بالشكل دوت زي ما احنا شايفين القواتين دول عندي اهم عكس بعض بيلاشوا بعض splitting cracks results in loss of bond transfers لو حصل cracks نتيجة splitting في الخرصانة وده شيء مهم جدا لازم ناخد بنا منه ونمنع cracks ديت وإلا بالتالي هيحصل loss في bond transfers reinforcement can be used to restrain these cracks اللي هو زي ما قلنا حديد التسليح علشان يمنع اللي cracks اللي ممكن تسبب نقص في البند transfer the splitting load is affected by رقم واحد minimum edge distance and the spacing of bars number two inside the strength of concrete number three average bond strength along the bar دي مجموعة من الفاكتورز اللي بتأثر على اللي splitting load طيب الفيلير مودس عندي بيعتمد على تلات حاجات ايه هم التلات حاجات دول اللي هو side cover bottom cover المسافة اللي بين البارز عندنا تلاتة كيسز الكيس الاولانية بيحصل فيها الانهيار بالشكل دوت بيحصل splitting اللي يربع اكملها امتى يحصل الكلام دوت لما يبقى side cover and half the bar spacing اللي هي نص المسافة between البارز اللي عندي less than bottom cover طيب الكيس ديت امتى تحصل لما side cover بيساوي bottom cover وبوز less than half the bar spacing ها بالحالة التالتة للانهيار امتى تحصل لما يبقى bottom cover عندي less than side cover and half the bar spacing دي الحالات اللي احنا تكلمنا عليها زي ما احنا شايفين الطبقة دي بالكامل بيحصل لها عملية انفصال طيب امتى الكلام دوت يحصل لما يبقى عندي splitting وبعد كده بيحصل اللي cracks ديت فيحصل failure في المنطقة دي نفس الكلام ممكن يحصل splitting في المنطقة دي تحت السيخ اللي هو الشرخ ده لما نيجي نتخيله هو موازل السيخ وبالتالي اللي crack دوت لو اتحرك كده المنطقة دي كلها بيحصل لها failure ترجمة نانسي قنقر